موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم معكم محمد علي وحلالة جديدة وعلى مصر والتقنية النهاردة ان شاء الله كلامنا عن موقع جديد بالو تقريبا اربعة ايام لبرتن فينانس دوت كوم الموقع المفروض ان هو شغال في يونيتد كينجدوم المتحدة بريطانيا يعني عشان امريكا في عندك خطط البرو بلان سيلفر بلان غولد بلان بلاديوم بلان بتوصل لعشرين في المية خمس ايام اربعة في المية على برو بلان خمسة في المية وميا على سيلفر بلان وهي عندك غولد بلان اربعة اشهر في المية على سبعة ايام بيقولك ان المدة هتبقى ديوريشن سبعة ديز وحطت لك كل البيانات هنا في الخطط الموقع بقاله بالضبط المفروض انه تعمل ريجيستر يوم 17 سبعة تم انشاء السايت يوم 23 سبعة ويشتغل من يوم 23 يعني بقاله النهاردة بالضبط خمس ايام في ساعة عمل الفيديو ده طبعا الخطط انك يديك اربعة في المية يوميا ويديك مش عارف كم اسبوعين الكلام ده طبعا ايه ما لا يمثل الواقع باي صلة ده عالم سمسم تحتها هتطلق اسعار العملات الرقمية اللي يعني هم بيتجروا في العملات الرقمية عشان يديك احق ان الموقع شغل تمام وعندك الترخيص بتاعهم سبعة وربعين الف او ربعمية تلاتة وسبعين الف مية واحد وتسعين اللي لما انشيك عليها عن طريق في سي ايه او في سي ايه هتلاقيه ان مفيش حاجة بالرقم ده على عندهم سواء احنا دخلنا كده على الفيرمز ما فيش شركات نشوف الاندفيدول برضو الاندفيدول ولا شركات حطين ترخيص مزيف معمول واحنا هلنا الترخيص المزيفة فوتوكوبي وورمي فيه ناس بقى زكية احنا الموقع اللي تفتكرون مبارح هم واغدين ترخيص موجود فعلا بس باسم واحد تاني يعني باسم الشركة تانية يعني هم واغدين اعملين موقع ورايب من اسم الشركة دول بقى ريحوا معهم الجماعة الصراحة يعني هتطلق شكل على اساس ان الناس صبعا كل الناس بتقوم داخله يدد مرخص يقوم داخل محدش بتأكد من الرقم او بيعرف يدور على الرقم ويشوفه مرخص فعلا ولا ارد الموقع مش مرخص الخطط بتاعتهم زي ما احنا شوفنا اربعة في المية وميا وبتوصل لعشرين في المية في اليوم يعني انت في خلال ستانية واحدة نرجع تاني عشرين في المية خمس سيامة يعني لو بيقولك لو حطت عشر تلف دولار هيرجعوا لك تاني يعني ترجع تسحب عشرين الف دولار طبعا الكلام ده غير واقعي زي ما قلنا والكلام مش مظبوط والموقع باين على شكل النصاب مفيش ايدات عليه مفيش اي حاجة عليه مفيش دعاية ليه اللي بيعملوا دعاية الاجانب على الجروبات العربية بيخشوا الصدر المستثمارين في الجروبات الاستثمارية ويكلمهم ويقولونهم ياريت انضموا ده الشركة قوية الشركة فتحة من سبع سنين الشركة مش عارف ايه كله كلام كده بملوش اي صلة ولا حتى ليهم بتاع ده جروب على التليجرام معمول فالموقع نصاب كل واحد يخلي باله اي حد يخش يكلمه ويقول له حط فلوسه لو حتى جنيه ما يخطش هو المنم بتاعهم مية دولار يعني لو الف واحد حطي مية دولار او تناصب عليهم يعني مية الف واحد مية الف دولار يتلموا على الموقع ده والموقع كله اصلا ممكن يكون ممكن يكونش مكلف تلت ومية دولار على بعضه فتخلي بالنا من الموضوع ده الموقع نصاب او مش نصاب عشان محدش يقول انت شفته لا الموقع الترخيص بتاعه مزيف والشغل بتاعه مش مفهوم يعني هو بيقولك احنا ايه احنا بنستثمر الكلام ده كله انا غير واقع وحطت لك عملات رقمية برضو موضوع عملات رقمية ما فيش حاجة بتدخل ربح يوم اربعة في المية او خمسة في المية او اربعتاشة في المية او عشر في المية ما فيش الارقام دي فطبعا الموضوع كده باين ان النصب هو بيحاول يلم اكتر كمية فلوس وبيعتمد على اللي هو الترويج عن طريق الاجانب انهم بيحاولوا يدخلوك يدخلو العرب عشان طبعا الانجليز بتاعهم بيبقى ضعيف مش عارف ايه مش هيدره يجيبوا الداتر بتاع الموقع وياخدوا هما الاحالات او كانوا اصلا النصابين الناس اللي بترويج الموقع هم اصلا نصابين تبع الموقع عشان خاطر يلموا مثلا لو نموهم تلاتين خمسين واحد وكل واحد خط له الف دولار يعني طلعوهم بتلاتين الف دولار فيها كده يعني حاجة مفيش فنخلي بالنا الموقع محدش يتعامل معه الترخيص بتاعهم وزيف وزي ما قلنا البيزنس موديل بتاعهم ان هما شغالين في العملات الرقمية وانهم بيكسبوا المكاسب دي عشين في المئة في اليوم مفيش الكلام ده ولو حتى شغالين في لوحاجات يعني غير زي نقول غير مشروعة ف اتمنى لمحدش يسجل فيه واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة